يعني منورنا النهاردة يا فريدة ويمكن وإحنا كده في الفصل كانوا بيعرضوا معلومات عن مسألة صناعة الملابس وزي ممكن لو نجحنا في أنه يعني نرتفع بهذه الصناعة ومسألة التصدير تزيد وده بيحصل مستورة بيقل والمنتجات المصرية بتزيد في الأسواق العالمية وفي السوق المحلي وده كمان بقينا في ضرورة لي ليه بعد الأزمات اللي بتحصل في العالم ومسألة أنه الاستراد بقى فيه أزمات انت جاي زي شايفة صناعة زي الملابس ممكن تحدث الفرق في نقطة دي لا طبعا دي ممكن تحدث الفرق كبير جدا لأنه يعني في عندنا اجزامبلس حية زي إيطاليا الشجي دي بي بتاع البلد قايم على صناعة الأزياء باريس فرنسا يعني في باريس يعني باريس فاشن ويك كل سنة أربع مرات في السنة بتعمل إراضات عالية جدا بس أسابيع الموضة كل الناس اللي بتروح في أسابيع الموضة ده نوع تاني من نوع السياحة كمان فهي الأزياء ممكن يكون ليها قوة كبيرة جدا وهو ده اللي أنا مبسوطة بيه انه مصر شافته من سبع سنين يعني لما لما تكلموا عن صفارة مصر الموضة وانه كيف نقدر ان احنا شايفين ان الموضة بقى ليها عامل كبير في البلد وكمان احنا بقى عندنا ديزاينرز كتير جدا كرياتيف ومحترفة وتقدر انها تطلع برة يعني طبعا مهم جدا لصناعة الأزياء بس أهم حاجة الجودة وهو ده اللي أنا مركزة عليه علشان فعلا نشرف بلدنا يعني لازم ندرس الموضوع ونشوف ايه أحسن كوالوتسي نشوف احسن برانتز في العالم قدرت توصل لده ازاي حتى لو زي ما بيقولوا هتزراعي البزرة يعني انا فيه اوقات كتيرة جدا كنت بضطر ان انا اعمل القماشة بتاعتي لانه انا عايزة اوصل لحاجة يعني ايه تعمل القماشة يعني طبعا بنعمل القماشة بتاعتنا فرام سكراتش يعني ساعات انا بعمل رسمة الدونتال ساعات بعمل ببقى فيه صورة معينة انا مش لقيها في المحلات اللي حوالي فانا هضطر ساعاتها اعمل ايه هرسم رسمة الدونتال برسمة التطريز وعملها فرام سكراتش وهنفز القماشة فرام سكراتش من البداية فهو ده بقى صناعة القد كوتور ان انتي بكل التفاصيل من كشكشة القماش من الغرزة للكت للقصة للفت لانه ازاي لازم يخصص لازم يخبي الدفوهات لازم فيه دراسات كتيرة جدا معمولة للجودة يعني دي وانا كنت حريصا انا اذاكرها في اول حاجة اول ما دخلت في موضة من شوية بتكلمي على مسألة التعليم فعشان الناس تبقى فهمة هو ده اللي يفرق انه حد مصمم عارف متعلم شايف الفرق لانه مسلا اعتقد وانتي بتعملي للأسواق الخليجية حاجة للأسواق الاوروبية حاجة هنا عندنا في مصر الموضوع محتاج برضو دراسة كافية اكيد الموضوع مختلف عن انك تلبسي نجمات عربيات او نجمات عالميات طبعا يعني هو لازم لكل حاجة يعني احنا وهو ده لنا حريصة وهو ده عشان كده انا بحب القوت كوتور لانه تفصيل كل حاجة ليها قصة وليها ميسج بتبعتها وليها احساس يعني برضو السيدة لما تكون لابسة حاجة هي مقتنعة بيها السيدة لما تكون لابسة حاجة هي مقتنعة بيها ومبسوطة بيها هتديلها الثقة في النفس اذا كانت رايحة تعمل حاجة في شغلها مهمة اذا كانت رايحة مناسبة مع عائلتها فزي ما بيقول فاشن is who you are الازياء هو انت هو شخصيتك هو بيقول انت مين من غير ما تتكلمي فهو ده بقى على الجزء الصغير على الجزء الكبير ليه اهميات كبيرة جدا على مستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وده اللي انا حريصة ان انا اشتغل عليه يعني حتى لما حصل الفاشن شو بتاع ديور هنا في مصر في مصر كان حدث علام الناس كانت ممباهرة وكمان وجوده في منطقة الاهرامات كان يعني طبعا